عاوز أدخل حتى المشاهد يدرك شو الامتحان؟ كيف نميز؟ شو المقارنة بين النبي الحقيقي أو النبي الكذاب؟ وتفضل خد راحتك أنا في الأول هاخد حاجة صغيرة عن مصادر النبوة لأن النبي بيأخذ من حد بيأخذ من مصدر في المصدر الأول للنبوة هو الله الحقيقي وطبعا لو المصدر ده هو المصدر بتاع النبي يبقى النبي ده نبي حقيقي مش نبي كذاب هلاجي أن النبي الحقيقي لابد أن يتأكد من من الذي يكلمه يبقى عارف وبنشوف الكلام ده موجود في خروج ثلاثة لما الله ظهر لموسى في العليقة ورغم المشهد العجيب والرائع وبينادي موسى وبيكلم موسى لكن موسى كان مصر أن يعرف أنت مين مين اسمك على الناحية التانية بيلاقي نبي بيروح ويقول للناس أنا جايلكم برسالة بس مش عارف الرسالة من الله ولا من الشيطان فهنا أنت نفسك لو أنا جسيس نظار جاي أقول لك أنا عندي رسالة لك بس أنا مش عارف الرسالة دي من ربنا ولا من الشيطان أنا من نفسي مش عارف أنا اللي جاي بالرسالة مش عارف أنت هتصدقني إزاي فأنا عايز بس حتى نستخدم جزء من المنطق في الكلام فلكن أنا عندي نبي تأكد من الذي كلمه هو الله وده موسى وخروج ثلاثة مش هتكلم كتير في النقطة دي لكن هنلاقي خروج ثلاثة يشوع واحد أرمية واحد كل نبي الله هو اللي بيكلمه وبيتأكد أن الله اللي كلمه وأن الله معه سموئيل الأول 9 9 سموئيل الثاني 24 11 كل ده بيؤكد أن المصدر اللي يأكد من النبي الحقيقي من النبي الكذاب إذا كان النبي الحقيقي متأكد أن رسالته من الله لو أنت كنبي جاي اللي تقول أنك مش متأكد من رسالتك عايز أنا لأكدها لك اشتركوا في القناة